السلام عليكم ورحمة الله وشراكم خاوتين نتمنى تكونوا بخير و لا بس وتكونوا استفدتوا من الدرس السابقة كما أصبق ونشرط لكم على القناة نتمنى تكونوا استفدتم اليوم راح نديلكم الدرس هو من المفروض إذا راك سباق للمجال بردة المواسير ستكون لديك فكرة و ستكون على بالك المعنى للحكاية هذه الرسم للدرس السابقة اليوم سوف نتحدث عن سلوب سلوب لتفعلها مليح في بركم المنزلق أو المنحدر قليلا المنحدر الخفيف أو لابونت كما نعرف في المغرب العربية باللغة الفرنسية هذه هي لكي تضعها في معلومة سوف نعطيكم الدرس على سلوب و كيف تحضرها و كيف حزبها و المعنى التي تكون فرضا لدينا إيزومتريك هذا و أنه يأتي مثلا يقول لك يذهب بالمسافة طبعا كما سبق و حكينا على البايفينج لكي تضعها مليح في رأسك يعني كل نقطة كل نقطة في البايفينج مراهي معروفة بإحداثيات هذه يعني ما فيهاش نقاش و ما نزدوش نحكيه عليها و لا نعودوها لكم في أي درس يعني سبق و حكيت عليها في دروسه الأولى لما افتحت القناة فرضا نقطة هذه تبعوا معي نقطة هذه نقوله مثال بغض النظر على الاسثينك و النورثينك نحكيه و يقول لك عندك الاليفيشن نقوله مثال تقول مئة الف أو نقوله الف الاليفيشن في الحالة هذه أو حتى اللهنة تلقى سلوب هو هكذا يدلك مثلث تبعوا معنا مثلث و يكتب لك مثال يقول لك واحد تقسيم مثال مئة مئة هذه كيف نكونوا واضحين و ما معنتها إذا تقدر تجاوبني في النقطة هذه كذلك و ما معنتها هذه واحد على مئة راح تشرحوها هنا على السريع نقوله هكذا هاي هاي هكذا نقل لك ما حتى تقسيم مئة أو مهما يكن المعنى تها هو تعريف بسيط جدا و واضح ركزوا معي في التعريف تهاو معناها كل مئة ميليمتر كما هي يكون عندي إنحناء أو الإليفاسيون تقابلها الإليفاسيون إليفاشن تكون ناقص واحد هكذا يعني فرضا أنا عند النقطة هذه سوف نقوله عندي خمسة مئة وهنا قل لك 100 واحد يعني هنا عند النقطة هذه سوف نكون فرضا نقوله هذه مئة هنا عند النقطة هذه سوف نكون 499 هذه التفسير المبسط وما تلقاوش أبسط منه وتروحوا جميع أي واحد في المجال وهذا سوف يعطيك التعريف هذا إضافة على هذا ممكن لكي تجعلوا الفكرة مليحة في رأسكم إذا تلقيتوا في طريق في الطريق في الطريق في السيارة تلقوا مكشفة 10% لا يوجد مليحة في الكود هو معناتها الذي الله أعلم كل عشر مترات تهبط بمتر كل ما تمشي بمئة متر أو لا المهم نفس هذا لكي لا نخلط الأمور نقوله هذا طول من هنا فرضا نقوله طول 6500 6500 مفروض لكي تجعلوا عملية حسابية هذا 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 نفس الحكاية لكي لا نخلطوا الأمور هنا وهنا نقولك هنا عند النقطة هذه فرضا قالك 1000 وعند الطول هذا الذي هو 6500 ما حالة ستكون عند النقطة هذه التي نطرح السؤال نحن 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 نعطيكم كالكو سيكون ستكون هي سهلة أنا هي قد تكون مكتوب حوالة حيث سيكون سهلة فالله بكل بساطة فالله هذه هي 1000 ناقص 65 مليمتر ما ستلقاوها؟ تلقاوها من المفروض عندك 40 35 الاباس المتاعي هنا هي 935 مليمتر هذه الاباس المتاعي هنا في الحساب هذا كما راكم تشاهده نظن الأمر بصير جدا ويسح لا تحتاج التعقيد إذا لديكم أسئلة هادروا لنا لها في الليزو هنا جينيارالمو نحكي لكم على الشركات خدمت معها وهناك أنواع وهذه خير من هذه كاين الشركة يكتب لك كاين السلوب هنا الاباسي يكتب لك عند النقطة هذه فقط لا يشغل يكتب لك عند النقطة الثانية وكاين شركة العكس يكتب لك الاباسي يكتب لك الاباسي حتى ولو كانت الاباسي الاباسي يدون لك هنا تغيير الاباسي هناك لكي تحسب الطول بالنسبة للنقطة أسفل راح تقدر تمييز حال راهو الفرق عند النقطة هذه هذا بالعموم الأمور هذه راح نضيف كم يعني من المفروض سهل جدا الدرس هذا لا تنسوا الشركة تدعمونا باللايك والضغط على زر تفعيل لكي يصلك كم جديد في النقطة هذه بالخصوص راح نضيف كم معلومات ممكن راح تتساءلوا على هذه الأمور على هيتستعملوها ممكن كما هكذا نعطيك معلومات صغيرة ولا نقول لك مضيقة فقط السلوب هذا السلوب هذا ستستعمل لما يكون عندي هذا البايب يكون فيه في الويد في الويد كيف تسميه بالعربية في الويد اسمه البروصيس اللي عدي فيه ما يحتاجش ضغط مثال في الدريناج الدريناج ما يحتاجش ضغط اسمه ديركتمو ما تلقى في تقرأ الإيزومتريك تلقى مكتوبه كنوت أبريكابول ديركتمو هناك تلقى فيه سلوب أسبق ورد لكم امتلاع في القناة يعني امتلاحية وحقيقية على البايب يعود مال هكذا كيف يكون القراءة اللي هي سلوب هذه زيد استعملوا وين يكون الدريناج ما قلنا وين ما قلنا ضغط ضغط يستعملوا المشهر بكثرة يعني اللي هو الاندرغراوند الجيار اللي خدمو الاندرغراوند يعرفوه هذا يستعملوا فيه سلوب المثال الذي نعرفه الآن في حياتنا اليومية التي هي قنوات الصرف التي ترونها ترون الأمر الذي يخدمها هذا كل هذا يسهل على الماء الانتقال من النقطة العليا إلى النقطة الصفلة دون الحاجة إلى وسيلة ضغط لتحركوا من المكان الأول إلى المكان الثاني هذه بالعموم استعمالات شائعة وليس هناك شيء جديد هذه تستخدمها فقط من الاعتبار المهم أن هذا هو الشرح كلمة سلوب في الرسم وكيف ستكون وإذا لديكم سؤال بخصوص النقطة هذه تطرحوا لنا السؤال ممكن كأن النقطة لا أشرت لها وأنتم لا تقول الله تقولها تطرحوا لي السؤال نجاوبكم بكل فرح وصرور أنتم تعلمونا نجد أن نتعلم وخوتنا ثاني نتعلمو في الأخير نقولكم ابقوا على الأخير لا تنسوا الضغط على زر التفعيل ودلونا لايك والشراك وبرتاجوا هذا الفيديو مع أصحابكم لكي تصل المعلومات قدر المستطاع لكل واحد مهتم بالمجرده والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر